فأقول آيات وردت في شخصيات وكلكم تقول هذه الآية واردة في فلان هذه الآية واردة في فلان لماذا لما تأتي الآية في علي وتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذا بني مطلق من يأتي الزكاة وهو راكع ليش مطلق وردت في علي وردت في علي هما يقولون ها سيبنا أنه سبب النزول علي عليه السلام ولكن يطلقون الآية بشكل عام لمأحال كيف أنتم لما أردوا يقول أنه يا جماعة هل نزلت الآية في ولاية عليين نعم نزلت الآية في ولاية عليين هاي الآية إنما وليكم الله والذين آمنوا واضح وغير قضية شنو قضية بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت الرسالة قضية غدير غير وغير أقول إحنا أنا في مناسبة استشهادة أمي مني أدا أتكلم في القضية أنه إحنا للأسف كشيعاء انهزاميين وكشيعاء نحاول أن نبرر بابا كل الفكر يمنى وكل الدليل أدنى والقرآن معانا والأحاديث معا لماذا نحن نحاول أن نتأثر به الهجم الإعلامية والتفديل الإعلامي للغلط الذي قام به أو قامت به أقلام بني أمية وبني العباس بشكل غريب وعجيب في تحوير القضايا نعم عليه الذكرة في القرآن وهذه الآية ترجمة نانسي قنقر